كانت الفكرة وقتها زي ما قلنا لكم احنا بنتكلم على احتفظ انما انا وانت بضوابط بس عشان بس تحقق للجمعات العمومية حقها لم نقول تاخد فلان ولا سيبه فلان لا لا خالص غير يوم الاتخاب صحيح كان حقك عضو حقك عضو لكن عبر البرنامج وما زكيناش حد في البرنامج على حساب حد خالص صحيح ولن نفعل صحيح كانت النتيجة انه نتيجة لهذا الاثراء في الحوار المجتمعي وان احنا ننبه لهذا العوار في اللايحة انه لما تتعامل لايحة النظام الاساسي الجديد اللي اعتمدتها الجمعية العمومية بعد ما قدمها مجلس الادارة الجديد برئاسة الكابت المحمود الخطيب تم تضميد اللايحة بند واضح وصريح انت من حقك تعمل كرة قدم بس اخد بالك الكرة مش هتتبع لأي حد النادي رقم واحد الجمعية العمومية لازما هي اللي توافق رقم اثنين النادي يحتفظ بحقه كنادي بقى في واحد وخمسين في المية بما يمنحه بقى الكرت الزهبي انه جمهور الآلم يبقى اشأل انا على الكرة مش فيه اي حد مستثمر هيجي زي اي تسهيدة ينفرد بالقرار ينفرد بالقرار ويشتروا الكرة وتنتهي المسألة لا مجلس الادارة الحالي في اطار مشروعات المستقبل للنادي الآلي اهتم انه يأسس شركات مساهمة وفقا للايحة النظام الاساسي بكل ضوابطها فكانت النتيجة انه تم اعلان تأسيس شركة الاهلي لكرة القدم برئاسة الاستاذ ياسيم منصور عضو مجلس الادارة السابق واحد من رجالات الاهلي الكبار اللي كابت محمود الخطيب في مؤتمره الاخير قدمه هو والسادة رؤساء الشركات المختصة الاخرى وتحدث الاستاذ ياسيم منصور عن طموحات الشركة الجمهور الاهلي نفكركم الايه وهنا عايز انوه على حاجة همه جدا عشان محدش يتخوف ان الهدف الاول والاساسي للشركة هو دوما ودائما الفوز بالبطولات وفوز البطولات دي نحط تحتها الف خط يعني الشركة دي مش جاي عشان تعمل فلوس فما تجيبش بطولات دي نظرة قصيرة الاجل جدا وفي الاخر بتؤدي الى فشل وقدت الى فشل في كثير من الامثلة اللي موجودة في العالم وسيكون هذا الهدف بالتوازي مع تحقيق ارباح للشركة وبحيث في خلال اربع سنوات ستجمع الشركة بين الفوز بالبطولات وايضا تحقيق ربحية تعود بالعائد المالي اللائق المناسب لكيام مثل النادي الاعجي هذا الحرص من رجل الاعمال بحجم دي استاذ ياسيم منصور راجل خريج من درست الاهل الادارية وخريج من ناحية الاكاديمية دي شؤ ده شؤ يعني شهدته في الناحية الاقتصادية اه طبعا وهو احد اهم المسكين مفاتيح الاقتصاد في الشركات منصور والراجل ده اهلاوي وش يعني فلما يطمنك ويطلع يطمن جماهير لا احنا عشان ننجح لازم ناخد بطولات ايبا فالبطولات مرتبطة بالاقتصاد لكن في نفس الوقت له قواعد الاقتصاد له قواعد وله اسس بس اذا ما خدتش بطولات هتفشل زي حتت كتير في العالم ايب هذه الطمقنة مهمة جدا 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 وبتوضح برضو ان الشركة دي واحد وخمسين في المية منها يملكها الاهلي هو مش ناس بتدرها بمعزل بمعزل عن الاهلي عن الاهلي وخطته وطموحه واهداف وعشان كده الهدف الفوز بالبطولات ده هدف اساسي يعني زكاة هتطرح في يعني اسهم وفوت بورسا وكده هيتطرح تسعة عربعين في المية منها بس حتى لو استاذ ياسين قال في الكلمة بتاعته ان احنا هنختار التوقيت المناسب لطرح الاسهم في البورسا مش في اي وقت يعني هو مبدئيا الشركة هتسعى انها تحقق من خلال كرة القدم الاهلوية افضل مستوى يحقق بطولات يحقق ارتفاع في القيمة السوقية لشركة او صناعة كرة القدم في النادي لسهم الشركة من خلال كل البطولات وقال انه هيبدأ في يناير اللي جاي ممارسة عمل الشركة في تحقيق بعض الصفقات في بعض التدعمات في اللي فترة التقال الشتوية عشان كده عشان كده احنا كنا يعني كان هو ده الهدف توصل لدي ايوه شركة تعمل لمصلحة النادي الاهل وتحت سيطرتها وتحقق طموحات جمهور الاهل من خلال اعضاء النادي وتحت سيطرت النادي بالضبط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة